موسيقى 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 الرئاسي على الأقل؟ هو مش جاي راسمي رئاسي هو في علوم الاجتماع على الأقل ثم ألوان تعطي نوع من المساج فاحنا نستعملوها مع لواش قرينا ما هي الرسالة يحب وجههم نزال اليوم؟ اللون الأزرق هو لون هدوء لون حكمة لون نوعا ما من الراحل النفسية اليوم جاي فيتي الكرافات الحامرة مش وقت اندفاع وهجوم خارق العادة، الألوان اللي لابسوا مانا ما يعنيوا لك شي؟ باريسان جرمامو ولا علام باناما ولا انت عندك شوية فلوس في باناما تخدم فيهم حبيت انثبت معاك لحقيقة ما ديش فكرة على العالم باناما ما نكتبش عليك بعيد على باناما كل البعد بهي البداية نبدأوا بالوضع الرهن اللي يعيشوا العالم العربي ما يحدث فيه فلسطين اليوم الموقف الرسمي التونسي كيفاش يرهني زر شعري؟ مشرف جدا مشرف جدا مشرف جدا في انتظار يعني كل التوانسة وبعدين الموقف التونسي يخصنا كان في تونس يعني هل يمثل شيئا اليوم للساحة الدولية؟ منعرش بالنسبة لنا كموقف داخلي وموقف تونسي مشرف جدا بالتحافظ اصبح يمثل الشأن الخارجي زادة بالتحافظ اللي صار في جميع الدول العربية اليوم؟ لا هذية هو يعني اليوم اتبركر لها الاذعات الكل وتلاوز الكل حكيت على شنو صار يعني شوف ثم وجهة النظر الشعبية ووجهة النظر التقنية السياسية الدبلوماسية اللي صار بعيد ياسر على الاحترافية الدبلوماسية وما يجب أن يكون اليوم رئيس دولة بعد النص اللي اللي خرج على الصفحة الرسمية دعوة لوزير الخارجية متاعه اللي عنده بينه وبينه تليفون المفروض واللي كان في وسط الاجتماع متاع الجامعة العربية واللي في نفس الاجتماع ثم أربع دول أخرى تحفظت إذن انا من يش مش ندخل في البوليميك هذي لأنوا الموقع مشرف واحنا زايد مش ندخله في متاهات متاع هذا بها ولا هذا خير نحن بالنسبة لينا لانا تعاطف مع القضية الفلسطينية لأنو القضية فليسطينية متاعنا احنا القضية الفلسطينية وهذي مش جديد على التوانسة الشعب التونسى كان ودائما في قلب القضية الفلسطينية مع zero مزايدات وهذا خير وهذا اخيب اليوم ما ندخلوش فيه رئيس الجمهورية بالنسبة لي عملي اللي يزم ويتقال للتوينسة هل الشي اللي موجود هو خطاب مزدوج هذي أكيد روك تقول عملي لازم ويتعمل للتوينسة واتسطر على التوينسة واضح أنا قاعد نقول اللي ساير اللي ساير أنه اليوم من المفروض كيفاش حسرت للتوينسة سيد نزار شعري بكل بساطة رو نقول لك أنا اليوم مثلا لو كان نشوفوا نحن مختلف وجهات النظرة الدبلوماسية اللي صارت رهوا القضية شائكة وشائكة جدا اليوم مثلا من العباد اللي يزمهم المفروض يكونوا يقفين مع هذا التحرك اللي هو تحرك قامت به كتاب القسام لتنظيم اسمه حماس تابع للإخوان المسلمين إلى غير ذلك كنا من المفروض ننتظر أن تركيا تكون من أول المهللين والمطبيلين لهذا التحرك في المقابل نلقا تركيا فيها نوع من الحكمة والتريث وضبط النفس وإلى كذلك نشوفوا إيران اللي العباد الكل تعرف بشكل من الأشكال أو على الأقل تتخيل بشكل من الأشكال أنها مساهمة مساهمة كبيرة في تمويل وتخرج بكل وضوح وتقول لك أنا خطيتني العملية وما هيش دخلتني وما نتدخلش في العملية يعني اليوم في المقابل تلقى عباد ما عندها حتى دخل في العملية بشكل يعني مباشر وتلقاها تركب على الحدث وتقول كلام ما نحكيش على تونس نحكي على عدد كبير من البلدان لا خلوني على تونسوني بالنسبة لي أنا تونس كما قلت اليوم اليوم واضح أنه رئاسة الجمهورية عندها حوار وإلى خطاب موجه للشعب التونسي هذا في كل القضايا مش كان في القضايا القومية وحوار وإلى كلام يتقال في الكواليس وإلى يتقال في الاجتماعات وإلى يتقال وقت يكونوا ثم مسؤولين خطير ازدواجية الخطاب موجود وهذا مش أنا نقوله إذا يقولوه كل الناس اللي قد اتحلل بشكل من العقلين وطلقته الوزيرة الوزراء الإيطالية ملوني ما عندهش 3-4 يام في حوار أنا اليوم ما نجمس نسميه إلا ازدواجية خطاب أنا كنت كتونس حاضر في اجتماع جامعة الدول العربية بممثل الدولة وزير خارجيتي يعني أنا إذا وزير خارجية حاضر رهو رئيس الدولة حاضر واضح العملية لهنا متوافقين إذا عندي كلم نقولو عالطاولة مثلا ماش عليش بعد ما تتلمى الحظبة ويخرج بيان نخرج أنا عالفيسبوك كمؤسسة رسمية اسمها رئيس الجمهورية نخاطب مؤسسة رسمية أخرى في الدولة اسمها وزارة الخارجية ونقولو يا معلم بربي يقولولهم ليه الموضوع ما عجبنيش هكي نقلبوه يعني خطاب رئيس الجمهورية ليس خطاب الدولة التونسية لا هو خطاب الدولة التونسية ولكن واضح أنه ثم مش خطاب واحد مش مستوى واحد من الخطاب ثم خطاب موجه للشعب أشرب وثم خطاب موجه حربوشة للشعب كلام رئيس الجمهورية هذا تلخيص كليه تنجم على الأقل تأكد أنه الخطاب الأجرع في تاريخ تونس لا 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 مش صحيح الخطاب الأزرع حسب رأينا هو خطاب الزعيم بورقيبة وقت لعرب الكل تلموا وقالوا نحاربه هو قال أرضاوب اللي قالت به الأمم المتحدة هذيك الخطاب الأجرع بدون عن تاريات عباد فهم السياسة عباد واللي رجعوا له العباد بعد خمسين وستين سنان هذيك الخطاب الأجرع الخطاب الأجرع مش أنك تمشي فين ماشي التيار يا حبيبي الخطاب الأجرع أنك تعوم ضد التيار واتيؤسوم هذيك الخطاب الأجرع لأنه ما نشوف فيش في جرأة جملة نشوف أنه الشعب عاوس كده نعطيه كده لأكثر لأقل رئيس الجمهورية مارس في شعب عاوس كده تماما لو كنت رئيس سيد نيزار الشعري كنت أخذ نفس الموقف؟ من المفروض أن أخذ نفس الموقف فقط تأخذ رشعب عاوس كده لأنه الأسلم بالنسبة لي أنا خيط نحسبوها يعني اليوم شوف ما غير ما ندخلوا فيه عن تاريات أنا اليوم الأسلم النجم نتفعل معك ليه ما هوش الأسلم مخاطره الدولية وفي الوضع الاقتصادي لتعيشوا في البلاد ليس الأسلم أنا عندي سواب أقعط أنا دي جاء رجعت ستين مليون أورو لأوروبا وقلت لهم هزوا على يمتاعكم وما تجيونيش يعني ثم سياق كامل وليش نتلبون دوقيا ثم سياق كامل يعني أنا اليوم ما مهيش سابقة خارج على الموضوع ثم سياق كامل أنا ماشي فيه نتحمل مسؤوليتي بطبيعة هذا بذيك رئيس الجمهورية اليوم وكل من معه في إدارة الدولة هما قاعدين يقوموا بأشياء يتحملوا مسؤوليتها كما اللي كانوا قبلهم موجودين وقاموا بأشياء وقاعدين يتحملوا في مسؤوليتها هذيك هي العملية متاع أخذ القرار أنت تخذي قرار معين وتتحمل مسؤوليته وحفظ السيادة الوطنية حفظ السيادة الوطنية هذي نحكيه فيه نحكيه فيه اليوم السيادة الوطنية فاش في أنك تقول أنا ما نخوش فلوس من عند الأوروبيين ونرجع نمشي للبنك الدولي في اجتماعاته باش نعود مرة أخرى نقول عطيوني قرض هذي بطريقة كنتي لكن بالطريقة الرسمية هاو شنو نصار أنا ما نخوش جزء من مال غير الاتفاقية اللي صحناها وغير البنود اللي موجودين في الاتفاقية مانيش ما ديدي للصدقة ما ديدي للاتفاقية عطيوني قيمة الاتفاقية مرحبا على كل حال شوف أنا نعتقد أنه وهذا دي ما نقولوه أحنا للحقيقة أوجه متعددة وكل واحد يستعملها من وجهة وزاوية التبئير متاعه أنا اليوم ما نيش جاي باش نتهجم على رئاسة الجمهورية بالعكس أنا بالنسبة ليا نقول أنه الموقف متاع رئاسة الجمهورية في العملية متاع طوفان الأقصى كان بالنسبة لنا كاتوانسة مشرف نجمو نقفل هنا هذه نقطة وارجع للإسترباه السيادة عندك مفهومة يخلي السيادة الوطنية؟ السيادة الوطنية يا صديقي يجب أن تكون لها مقاومات قبل الكلمات السيادة الوطنية يجب أن تكون عندك ما يوكلك ما يشربك ما يحمي لك السيادة السيبرنية متاعك السيادة الطاقية متاعك السيادة بكل مقاوماتها أنت اليوم للأسف هذا يجب أن نكون واضحين نحن اليوم نأكل ما لا ننتج نلبس ما لا ننتج قاعدين الضوء متاعنا يعطينا فيه أصدقاء وأخت كبيرة تحب ولا تكره وقاعدين ناخذوا فيه بالكريدي الليسانس اللي قاعدين كيف كيف نسوقوا به رب يعلم كيف سجي إلى غير ذلك إذن أنت اليوم السيادة على الفاضمة لا أعطيني أنا سيادة كما مثلا الشقيق الجزائر تقول لك أنا اليوم عندي سيادة ونجم نحكي ونجم عندي مكان أوكي نجم نسمع ونجم نناقشو ولكن نجم نسمع ليش عندك فاية في الميزانية متاعك عندك سلاح ما شاء الله عندك رفع في الميزانية الدفاع متاعك 150% في عام إذن الهنات يجم تحكي على سيادة مصر من الجهة الأخرى تقول لك ورغم مشكلها الاقتصادية ورغم مشكلها العديدة تقول لك أنا اليوم نجم نحكي على سيادة عندها قلة السويس عندها معبر رفح عندها جند وجيش يعتبر الأقوى والأكبر في المنطقة إذن ثم مقاومة السيادة وقت نحكيه عليها يزمها تكون موجودة قبل ما نتكلم عن السيادة بحي أنت استشدت بالزعيم لحبيب بورجيبة قبيلة فهم الختاب التاريخي لحبيب بورجيبة في بل مريوم مع العقيد معامر القذافي نعم وقت الحكاية معامر القذافي على القوة فالوحدة وما إلى ذلك تتفكر شو ما قال له لحبيب بورجيبة وهو كذلك اليوم قايمة ذات أنه تناجم أمريكا كان تتغش علينا ولا الغرب كان يتغشوا علينا وهذا واقع شو اللي زي أنت أمريكا شوف ردة الفعل الأمريكي اللي أنا نعتبرها واللي رئيس بوتين اليوم قال أنا ما ليش نشوف فيه معناتها هدف من تحريك أحدى من أكبر باريجات أو حاملات طائرات وستردف بثاني يعني ما يسمع عنه في المفهوم الميليتير بس تريتشين أنك تتحرك أسطول كامل وأسطول آخر اليوم المفروض نفهماش عليش ولكن هي فقط بشترسل رسالة اليوم ما بعثتلك زوز أساتيل كاملة متحركة للشرق الأوسط بوتين قالها كانت ها بتخوفش كونرا وغاديكا ما يخافوش إي لا إذا كان فيه سياق آخر وهو عنده الحق زادة لأنه اليوم أثبت التاريخ وأثبت اللي صار في غزة أنه اللي موجودين ما يخافوش وما يحسبوش وقال لي يحسبوا حزبة مش أحنا اللي نحسبو فيه مختلفة شوية عقيدة أخرى مش عقيدة أخرى ولكن حسابات مختلفة حسابات مختلفة قبل ما ننهي مع الملف الفلسطيني هذي وقبل ما نعطي الكلمة اللي هو الكياس ما هي علاقتك بمحمد الزواري وتكريم مثلا زوجته في سفيقس لا أنا أولا محمد الزواري شهيد محمد الزواري أنا منعفوش شخصية ونحسبه عند الله شهيدا معناتها في كل الحالات ومهما اختلفنا وإلا اقتربنا في وجهة النظر ولكن أحنا اليوم كما قدت لك ما نتعطفش مع القضية الفلسطينية أحنا القضية الفلسطينية مش اليوم بيش نهبط للشارع بيش نحكيوا عن القضية الفلسطينية مع تشجيعي لكل ناس اللي هبط للشارع اليوم ولكن احنا عملنا تظاهرات كبيرة وعملنا جولات مهبطش أنت اليوم أنا اليوم مهبطش أنا قاعد نقاوم بأشكال أخرى وعنا واضيع أخرى نقاوم به وقت مشينا رزفيقس عمناول مثلا في إطار الأسبوع الفلسطيني التونسي لمساندة الأسرة وقابلنا شهيدة يعني زوجة شهيد محمد الزواري ومع أنه كانوا معنا جماعة فتح يعني كان فيه جماعة فتح وفيه حماية كلها نزار الشعري كلها نزار الشعري درشنو كلها إلى آخر تتفكر شنو الصفحات لها بتوك زيتها سيد نزار الشعري أنا ريت يعني وهذا هو الدوب الديسكور والعمتريات الزايدة وقت اليوم واحد نحبه أنه سيقوله وقت أحنا تساتره والعلمينيين واليسارين لخوانجي واحد نحبه نسيقوله يولي الشيعي وقت القسام تضرب الله أكبر وقت حسن نصر الله يضرب الله أكبر يثبتوننا رويحنا شتحبه يا شعب بيه بنعم أو ليه بسرعة خوانجي نزار الشعري أكيد لا دستوري أكيد نعم أكيد نعم شيعي أكيد لا بيه واضح خلني أخذ حوال الكيس ورجعي الدوامة يا فهم أحلى راديو مرحبا بكم من جديد نس كل يقعدين تسمعوا فينا رجعني لكم ذيفنا لليوم السيد نزار الشعري نجم كل اللي بش يترشح لانتخابيات 2024 الرئاسية أنا أعرنت فيها في أكتوبر 2020 الحال ما هو عليك ما زال قايم الذات وهو كذلك بيه بش نسي الأعلامي هوني على الجانب السياسي شو رايك في التعاة الأعلامي التونسي على الأقل اللي ما يحدث في فلسيا غبي جدا غبي؟ غبي ياي بنسبة 100%؟ تقريبا بش ما نعممش خنحط 1% للمحبة والزمان احترمنا على الأقل هاتي قتلك حتيت 1% للاحترام للمحبة والزمان احنا قاعدين نغيبه في الخبر ونكثره من التحليل اللي ما هوش تحليل البلاتويت اللي والتي موجودة لكلها كل واحد يعطي يدله بيدلوه في مواضيع ما هيش اختصاصه تخلي العملية بتاع التشتيت الذهني للشعب الكريم حاجة خارقة العادة ونرجع كيف كيف الشعب عاوز كده الرئيس سربي كذا هاي نسربيه ونجمع معاه كاين نسكل أنا قاعد نتبع شوية في البلاتويت نشوف انه أعطيني تحليل أعطيني اليوم في مصلحة شكون حقيقة العملية هذية أعطيني اليوم وجهات النظر اللي مختلفة حول المنطقة وشنوه أعطيني اليوم وقت الأخوة في الجزائر قاعدين يتهموا في محمد صلاح وعملين حملة كبيرة عليه وعلى أساس محرز عطاء كذلك توحنا القضية الفلسطينية وعباد ميتة وعباد معناتها مهجرة وكثر من 300 ألف عائلة مهجرة وانا نحكي على محمد صلاح وعلى محرز شنوه عمل وأنس جابر عنا زيدي ولا أنس جابر ولا الحفنوي وانقانن في الحفنوي اليوم أزوز أبطال وما نزمناش تدخلوهم في المعمعات هذوما مش متالب يهبط يعني أنا اليوم أولا مش ما هويش متالب واللي أهم من هكا مش مطالب أنه يكون عنده نفس الرأي منتاعك واللي أهم من هكا اسكنت الرأي منتاعك صحيح أساسا وشنوه الرأي منتاعك ما قالوا وانتي قلت أنتي مكش فاهم شنوه ساير أنتي اليوم ما مكش فاهم أنه اللي قاعد ساير هو إعادة لمشروع إسرائيل الكبرى أنه التهجير اللي قاعد يحبوا يعملوه الإسرائيليين ويحبوا يعاونوه فيهم الأمريكيين الزوزمليين وثلاثمائة ألف شخص موجودين في غزة إلى سينة هو موقع هام للحرب هذية بتوضع من حميس يعني؟ اليوم أنا قاعد نطرح في أسلت الإعلامي أنا قاعد نطرح في أسلة إعلامي خطر قلب تحليل قلت ما يحدث هو ولكن يزمني نسأل أنا اليوم يزمني نسأل هل هذا تقرأ حسابه في الفاعل وردة الفاعل ألا لا العبادة الكل تحب تقارن بين العبور متاع 73 والعبور متاع 7 أكتوبر هذا 6 أكتوبر هذا 7 أكتوبر والعبادة تحب تقارن بيناتهم المقارنة لا تجوز يا حبيب لماذا لا تجوز؟ أولا في 73 كانت هناك دول وجيوش كان الشعب المصري الدولة المصرية الجيش المصري والجيش السوري من الجهة الأخرى المرة هذية تنظيم هو ليتحرك مختلف في أسه نفس التنظيم اللي كان معادي للسادات لأنه الإخوان كانوا ضد السادات في الوقت هذك احنا فقط نهلل ونكبر ونركبه على الخيول متاعنا ونعملوا في العنطريات ولكن الصحيح يجيبوا ربي الهدايا بنعروس نقعدوا مع بعضنا ونفهم مش نواصعها هذا اللي أنا طالبوا من الإعلامين هذا إيجابات الإعلامي واضح سيد نيزار شعري واضح نرجو تولي الشأن الداخلي نحكي وشوية للشأن الداخلي مراكش مثلا تهبط مساندة لحتى عبد ولا تضامن مثلا زميلتك ولا المنفسة متاعك في الانتخابات الرئاسية لو ترشحت أو في التجمع على الأقل نحكيه على الأستاذة عابير موسي بعد إيقافة مريتك شهبطت لا تضامن لا حتى شيء وعليش أنا هبطت تضامن وقبل الإيقافها معناس أخرين لا أما فما علقة مباشرة بينكم بين عابير موسي ديما خلاف وجدل مبيناتكم إيه إذا الخلاف وجدل مثلا مش عليش ندخل في نفاق سياسي باش إنتي تقول ها وهبط مساندة ربي يفق صراحة ولكن إلا شير شيء أنا تزاد يظن أن نكونوا مسؤولين على أعمالنا فالأخر أنت تحب القانون وأنتي رجل سيدة قانون فأنتي عملت حاجات تخرج عن القانون فأنا اليوم مش من باب الشماتة لأنه والله هم لا شماتة وأنا لا أريد السجن لأي سجين سياسي أو سجين رأي لأنه هنا ثم تداخل بين القانوني والسياسي باش نبدأ واضحين منيش نبرأ من جهة الأخرى ولكن أنت قاعد تلعب يلعب ما ينغرش سيمو حامد يلعب ما ينغرش تتضام اليوم مع أبي رموسي؟ أنا نتضام مع كل المسجونين اللي ما هماش مسجونين بحق أو بأدلة أنا مع كلمة المتهم بريء حتى تثبت إداناته وهي الطريقة اللي يزمها موجودة اليوم للأسف السجون التونسية من غير ذكر أسماء مليانة بعبات مسجونين دون إثبات أو دون محاكمة حقيقية وعادلة أنا اللي أطلب أنه اليوم الظلم ظلمات أعيدوا العدل للناس وعيدوا العدل للبلاد كهو تتضامن مع رجل الغنوشي مثلا؟ أنا أتضامن مع كل المسجين هل هو ما في خانة هذي؟ هذي في هذي الخانة؟ أخوذها كما هي أنا أعطيك أنا باش ما تتخذش علي إيجابات تكتب من بعض ما كتعرف كيفياش أنا مش مش أتضامن مع أسماء أنا أتضامن مع كل إنسان مسجون ظلما تالك زاد الإشاعات في يوم الأيام خرجوا لنيزار الشعري توقف في علاقة بالملفات هذي؟ عادي عادي معنا تسعيش وأنا خرجت في وقتها وكذبت ووضحت مش خايف نيزار الشعري اليوم؟ علش أنا مني عمل حد شيء فماشي علش نتوقف لقاءاتك مثلا ببعض السفراء بحاجات ما يخوف؟ وشنو فيها ما يوقف أنا لقاءاتي لكل في أماكن من المفروض رئيس الجمهورية أقبل تلاقي هو وياهم فيها معناتها في خارج السفرات في نزل في أماكن عامة في لقاءات رئيس الجمهورية تلاقي أقبل معهم؟ بيانشير وهذا موجود وموجود في لقاءاته التلفزية قال إنه تقابل مع السفراء مع عدد كبير من السفراء ما قالش أما هما السفراء ولكن هذا مش مهم في الأخير يعني رئيس جمهورية ومش هذا المهم كيف كيف مهم ليش كون؟ مهم ليك أنت؟ لا للرأي العام لا مش مهم للرأي العام بماك فترة من فترتكم ظل الرئيس زادة كون ظل الرئيس؟ وانا عملي ما كنت ظل الرئيس وانا دي ما كنت نقول وعندك الهنا وارجع للأنا دائما نقول إنه مساندتي للرئيس هو شرف لأدعيه إذا نبدأوا واضحين ونبدأوا متسلسلين أنا مش أول مرة نجيب أحد ذاك وما شاء الله لذكرتك الحمد لله أنا اليوم نقول إنه بكل بساطة اللي قاعد ساير عادي جداً مانيش قاعد نعمل في حاجة أوفر مانيش ما عنديش غرف مظلمة مانيش نتآمر وعملي ما نجم نتآمر على خارج خان نسميلك مثلاً مانيش نعمل في غرف مان نسميلك وعطيني تفسيرات المؤتمر الدولي للسيرة النبوية احتضنته العاصمة نوي قشات يوم 23 و24 سبتمبر يتم استدعى نزار الشعري دون غيره في مؤتمر ظاهرياً لا يمت لنزار الشعري بسي أولاً مش دون غيره المؤتمر هذي عمره 36 سنة موجه جديد ومن تونس حضروا زوز علماء أجلاء نحبهم برشا ونحترمهم برشا الشيخ المستاوي والدكتور بولباب حسين الرئيس السابق لجامعة الزيتونة وإذا ربي يمنع لنا بالفضل محبة الناس ومحبة أنهم يشوفوا فينا القدرة على أنه نحضروا في هذه المواقع الجميلة بسفتيك شنو؟ ناشط في مجتمع مدني بسفتي سياسي بسفتي قائد رأي المؤتمر هذا كان الحديث فيه حول دور قيادات الرأي والقيادات الدينية في نزع فتيل النزاعات في أفريقيا وكانت لمداخلة في هذا الإطار وأنا نعتقد أنه والحمد لله ممكن لا نبيا في أهله لكن عندي في العالم أجمع من يرى في الكفاءة والقدرة على المداخلة والمناظرة والمناصرة في مواضيع مهمة ولكن هذا كان منشور على أعين الملأ وكان موجود في الإذاعات والتلفز وفي الإنترنت إذن عنديك روابط متينة بالسوفية نزار شاني؟ عندي أكيد يعني مثل ماش تونسي ما عندوش روابط ماتصوف نزار شاني؟ ماليش متصوف ولكن اليوم وقت تلقى روحك في حذرة ولا تلقى روحك في زاوية ولا تلقى روحك في زردة مكش مش تقول أستغفر الله وتخرج الكننا متصوفين كالكباء الكننا عنا شوية شذلية وشوية قادرية وشوية تيجانية وقت تنشي العيساوية الدمم تعنا يتحرك أنت حوط الحذرة ولا حوط الزيارة وانت وتشوف اشي سير في تونس راهو الصوفية جزء لا يتجزأ من السيمان ليلسق المجتمع التونسي زيارتك المالي مثلا زادة هي روابطك الافريقية بصيفتك كرئيس المؤتمر الثلاث لاتحاد الافريقي للجامعات والمدارس واضح أنا كنت من مؤسسي واحدة من أهم المنظمات الطالبية والشبابية في تونس وذي معروف تونيفيزيون وعندي من خلالها روابط في شرق الأرض وفي مغربها وفي شمالها وجنوبها بارك الله فيهم استدعوني في مالي باش نكون ضيف شرف في وسط 22 دولة وانتخبوني رئيس لمؤتمر أنا نعتبر مهم جدا في المنطقة وخاصة في منطقة فيها عدد كبير من التغيرات اليوم أنا نعتقد أنه من المفروض التونس يفرحوا معنا تب العكس يفرحوا أنه نزار الشعري مثل فينا في أي تونسي مش نزار الشعري أي تونسي يكون له باع وذراع في أي مكان في العالم يزمنا نفرحوا سؤال الأخير اللي نكمل به معاك بما أني ذاكره ما شاء الله سيد نزار الشعري آخر سؤال اللي كاملنا به زاده في آخر مرة هل نزار الشعري يقول للتونسة أنا رئيس تونس القادم؟ بإذن الله وبمعونتكم وبانتخابكم لي في الوقت المناسب عم نقول قلت أنا رئيس تونس القادم وهو كذلك بإذن الله يعني نجده بإذن الله خائبة لا 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 معاك أما الحمد لله بإذن الله أنا رئيس تونس القادم وهو كذلك 24 نزار الشعري ذاك يعلموا ربي وقتاش أما بإذن الله أنا رئيس تونس القادم الانتخابات الرئاسية وقت تتحدد أي 24 الرئيس ذا أنت متأكد أنه الانتخابات متاع الأقاليم والجهيات مش تصير في وقتها على أقل أنا متأكد أن الرئيس ما خالفش حتى مواعد من مواعيده الانتخابية إذن بإذن الله ما قلنا شيء 24 بإذن الله شكرا لك نزار الشعري تحياتي ليك مرة أخرى حضورك يكون مثير جدا للجدل وبرشك لم يتحكي معاك تحياتي ليكم مستمعينا ملتقنا غدا إن شاء الله في حلقة جديدة معذي في جديد نهاركم أسعد لأيام باي باي ويا مرحبا الدوامة